اجبرت الجماعة المسلحة مئات العائلات السورية على النزوح من المناطق التي يعيشون فيها بريف دمشق والفرار الى العاصمة بهدف استخدام منازلهم في العمليات المسلحة واضطرت بعض العائلات الى اتخاذ الحدائق والاماكن العامة كمأوى لها ريثما يتم استعادة الامن والطرد المسلحين من تلك المناطق تبكي من خوف او الم جسدي لكنها ربما تبكي اكثر عندما تصبح في مقتبل العمر اذا ما عرفت ماذا حل بعائلتها التي قتل جميع افرادها على يد الجماعات المسلحة ولم يبقى لها سوى ام اصابها الهلع والمرض يحفل هذا المكان في احد الحدائق العامة بالعاصمة دمشق بالكثير من القصص التي يرويها هؤلاء السوريون الذين فروا من اماكن اقامتهم بسبب ما خلفته الجماعات المسلحة من تدمير وتهجير بحق بعض العائلات السورية تروي لنا ام احمد قصتها وفي قلبها حسرة ومرارة على مفارقة الاهل والاحبة بعد مقتل زوجها على يد الجماعات المسلحة لتكون النتيجة حرمان وتشريد والم والله من هالقاتل وهالضرب فوق راسنا ما بتسمع الا بو بو الصبح المساء ست ساعات سبع ساعات اثمان ساعات يعني طيب وين بدأ روح الواحد اذا بدأت تنزل تقطع من الشارع الى شارع ما لك مروح ما في مجال ما في مجال بالمرة نحنا وجيراننا واخواتنا والله ينمت عم النام الجيران كلها عم تنزل لبعضها حتى بطابق التحتاني ما في مجال ما في موقف الشباك ما انا عملنا كاس الشاي ما بنحسن ما اعملنا فرجان او مسئلة لقمة اكل ما في والله متنا بجناين لك نقل تلك ايام انا حرمي ما حرام ان انام على هالارض خرجت ومعها ما تيسر من ابسط مقومات العيش الكريم فالصورة احيانا ابلغ من الكلام مأساة شوف الاغراضة اني يكثب عني لا تختلف الصورة كثيرا لدى الحاجة ام ربيع هي الاخرى المنكوبة تعيش مأساة عز مثلها فبعد مقتل اثنين من اولادها لم يبقى لها سوى شاب يعاني من شدة المرض ولا يقوى حتى على الكلام طالع الاغراض مني وجيت لهون عجنيني احدوني جماعة بركت عندهم بعدين جيت لهون وما عننا مساعدات ابني هذا مريض ما بستمش طغير ما عندي مساعد غير الله ويا تامى بلادي الم ومعاناة ومفارقة البيت والاهل اصابت هذه العائلات السورية الذين فروا من مناطق القتال لاسيما بعد التهديدات التي اطلقتها ونفذتها الجماعات المسلحة بحق ذويهم وممتلكاتهم فكان هذا المكان الملاذل اكثر امنا بالنسبة لهؤلاء معزن سلم والعالم دمشق